مشروع الحفاظ على التاجل الفريقي لن يكون سوى من بوابة الرجاء المغربي والذي حل بالجزاء من نجل اقتطاع تأشيرة العبور لدور المجموعات المؤهل للمربع الذهبي خاصة أن نتيجة الدهب بين وفاق ستيف والرجاء لن تخدم أشبال جوزي رومعو ولا حتى أنصار النادي المتنقلين بقوار عاصمة الهضاب العليا والذين لن يردوا سوى بتآهل يعيدهم إلى مصافي الكبار الرجاء العالمي والذي فضل الإقامة بمدينة العلمة من أجل تفادي ضغط أنصار الوفاق لن يكون أمامه خيارات كثيرة فإما الفوز أو التعدل بأكثر من هدفين في حين يكفي أشبال مضو التعدل بأقل من هدفين من أجل تحقيق تأهل مستحق للمربع الذهبي ومواصلة رحلة الدفاع عن اللقاب الغالي غيابات نوعية من شأنها تؤثر على التشكيلة استعيفية فغياب كل من العروس والظهر بالإمكان تعوذهما لكن خبرة زيادة طويلة لن يكون لها بديل بالرغم من امتلاك الفارق للمهاجم بنيطو صاحب ثنائية لقاء الذهاب في مسابقة الكاف تبدو حضو جمعية شلفظة إلى في اقتلاع تأهل والعبور للربع نهائي في موسم عانى فيه أبناء الونشاريس من البطولة المحلية نتيجة الذهاب التي انتهت بهدف في كل شباكة ستصاعب من مأمورية رفاق أزاوي الذين سيواجهون متصدر البطولات التونسية النادي الإفريقي على ملعب رادس في مباراة يغيب عنها عبد المومن جابو إلا أن مواطنه ولاعب اتحاد الحراش السابق هشامب القروي سيكون حاضراً ليعطي المواجهة نكهة خاصة